طيب هنستكمل المحاضرة رقم ستة الفيديو رقم اتنوش حداشر ده لا يعبر عن رقم الليكتشر دي الرقم ستة النواق احنا ممكن في المحاضرة يكون فيها فيديو واحد او فيديوين او تلات فيديوهات على حسب يعني فده الفيديو رقم اتنوش هنستكمل الحتة دي محتاج انها تتفنش صح زي ايه دي كده ده في الشيدد بيبقى لون تشبه بعضه يعني نخش على الريالاستيك عشان تبين اهو شايفين دي التفنيش بتاعها لونه ابيض او اوف وايت يعني وده لون الخرسانة العادي ما كانتش باينة في الشيدد لما ادينا لها الريزيليوشن اعلى شوية في الريالاستيك يعني كل ما تنزق هنا الواير فريم اللي هو اللي بيطلع لك الخطوط بس زي الوتوكات بس 3d كباش شايف حاجة بس ساعات بنحتاجه لما بنعمل سنابينج الحاجة بس تجيب حاجة في النص هنا يعمل لك السنابينج لها وفيه الهيدن لاين اللي هو نفسه بس هيدن يبينلك الحاجات يعني الحاجات اللي مش ظهرة وزمان كانوا بيعملوا البلدنج كده جمال معاملين كانوا بيحبوا يعملوا ده بالسكيتشينج راخد بالك وبعدين انت ممكن تلعب في الجرافيتي بتاعتها برضو الشيء بالشيء يوذكر للسكيتشي لاين فيه حاجة اسمها الجيتر اللي هو بالقلم والرصاص لما تقوم بتعمل كده والإكستنشن لما بيجي التروف هنا تلاقي ده ممتدة كده وده ممتدة يعني هوريكو دلوقتي تبقوا مثلا كده وتيجي تقول له أبلاي شايف ته الشكل بتاع اللي بيرسم بإيده يعني تلاقي الخطوط يعني شايف الخطوط فيها كذا مرة دي اللي بيسموه الجيتر دي يعني المامارين زمان كانوا بيعملوا الفريهاند سكيتش وتلاقي الخطوط كده طلع كده وطلع كده المامارين بتو زمان كانوا بيحبوا كده يعني شان كانوا بيرسموا فهو عايز يديك الإيحاق ديه بسيحنا مش هنعمل كده يعني هنعمل الحاجات دي كلها بنعملها سفر السكيتشي لين نعملها سفر سنعمل إنه يبليها أصلا دي الشيء بالشيء يوسكر يعني دي الهيدن لين وبعدين الشيء يدد اللي هو ديك شكل حاجة قريبة من الريلاستيك وبعدين فيه بعد كده الكونسيستنت كونسيستنت كالر يعني قريبة من الريلاستيك برضو يعني اخد بالك يعني هو قريبة من الشيدة برضو ما بنستخدمهش كتير الريلاستيك اللي هي أقرب حاجة للخشب بقى لونه شبه لون الخشب الحقيقي وده أنا كنت مختاره أبيض جايب قريب جدا من اللون البيض فيه آخر حاجة اللي هي يعني 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 قرب ما يكون للرندر اللي هي تري ريس بتاخد حوالي دقيقة أو دقيقة أو نص ويتطلبك قريب من الرندر ساعد يطفيلك الشاشة كده المبنى قريب جدا من اللون تلاحظوا كده وراي من اللون بتاع نحن مختارين هنا شكل الشبهة قربنا شوية من اللي هي المرمضة قربنا قربنا لغاية لما نوصل للحاجة قريب من اللي خد بس دمان ما بيغيب يعني نفاش تستخدمه في الرسم انت لما تستخدم في الرسم صحيح انك تعمل يا هيدن لايين لشيدت هنشوفها على الريلاستيك علشان خاطر الحاتة دي محتاجة تفنيش نفنشها ازاي انه هنعمل وول هنا صغيرة دو فيه دربزين هنا دربزين دي بقى مثلا على 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 دروة صغيرة كده عشرين سنتيو ولا عشر سنتيو ولا حاجة علشان خاطر العزل بتاع ده لازم له حاجة رأسية كده عشان يوقف عليها العزل ما نفاش تازل على حاجة وفقية كده هنعمل حاجة 12 ميلي عشرين سنتيو ولا حاجة علشان نركب عليها الدربزين من فوق هنا يمكن مش عاملها بس احنا هنعملها هنا مش عامل حاجة دربزين على ده ده غلط هازم انت تبقى فيه حاجة كده طلع صغيرة عشان تحط عليها العزل عزل السقف بتاعدي من المطر وكده هنعمل هنا دروة صغيرة 200 ملي هذا هو الـ Ground Level في الفلور الفلور هو الـ Arctic Arctic Plans و هذا Structure Plan نختار الـ Arctic Plans مثلا الـ Ground Level وهنا نأمل حيطة من هنا ولكن متمي فنأتي الـ Down ونأخذ الـ Locate Similar ونختار فنأخذ الـ Core Face Exterior من الكور الكور التفاني نأخذ معها بالضبط لان انت اخترت الكور والكور ده هو الكور ده ونقوم وعملينها كده تخش يعني في الثاني عشان تأكد انه ها يلضم ها ولا ضم بس هنا عملها كلها يعني خليني نفل كل الـ خليني نفتح الـ 3D ونيجي نقوله في الـ View ويظهر لنا الـ 2 مع بعض كده كده يظهر لك دي ودي احنا بقلينا الحيطة هنا راح سده كله وسده على الـ احنا مش عايزين كده احنا عايزين دي بس تكون ارتفاعها متين هنا لما تعمل كليك عليها بيديها اللون الازرق خطيف كده يبين لك اللي وراه تكون عادة في الـ Revit احنا عايزين نعمل ارتفاعها متين ملي بس مش من الـ Level كل فنجي نقوله انها توصل من الـ Ground Floor لغاية Unconstrained او Unconnected يعني هنا عملها Connected للـ Level ولو Unconnected والارتفاعها متين ملي بس يوم كده نزلها بقت متين ملي ها شايفنا وهنا في الـ Plan بقت ايه؟ بقت مش متهشرة انه هو قطع فوق على مستوي مثلا نص الباب دي او اللي حاجة قطع فتحت مبقتش متهشرة وعمل لها Warp عمل لها Warp للاكستيرير فبقت دروة صغيرة كده تمام ما هو المطلوب إثباته ننزل بـ دي ونفتح الـ احنا عايزين دي الحتة دي نكسيها نكسيها كده؟ نعمل كده وننزل بـ دي شوئية كده هنلاقي يجي عند طرف البين من تحت ويقف في سنة صغيرة لو اصريت بيكمل لتحت يعني لو هنا كده اول ما يجي عند طرف البين بيقم ساكت لوحده ان يتلاقي الموس في ايدك وقف سنة لكي يقول لك اهي جاي على طرفها بالضبط دي الطريقة دي بالبلد كده نكتعملها بالماوس لكن هي البيم دي احنا عارفين البيم دي 600 300x600 الديبس بتاعها 600 فانت لو جيت قلت له البيز اوفست بتاعها 600 ومنزلها تعالا دي احنا جربناها يا دوي بلدي كده تعالا دي نجربها بالحساب نجي نقول له الحيطة دي نزلهن لو سمحت البيز اوفست بتاعها 600 اه دي 600 رح مطلوها لفوق لا احنا عارفين مينس 600 عشان ينزل لتحت مينس 600 نقوم له افلاي نلاقيها بالضبط رح لضمها مع ايه شايفين اطلضمت ازاي بالضبط مع دي طب احنا هنعمل كل واحدة من دي نعد منزلها وكده لا احنا نخش على ground level ونجي نقول له اختار اي اي حيطة منه ونجي نقول له مينس 600 وتقول له apply يبقى كل الحيطة اللي متعلم ازرق دي بايت ايه ها شايفين كله تكسى كله تكسى كله تكسى كله تكسى طيب خل الحيطة دي نرجعها زي ما كانت zero كله كان زمان كده كله كان زمان كده كانت دي انها دروقتي تكسى وبقى شكلها حلو ممتاز انا ليه رجعتها ده هنا فيه duplicate ليه؟ لان البين نزل كله من الطبوع دي نزلت كلها المساح بس هو اللي باب من بره انه هنا فيه duplicate للماتيريال يحسب لك الطوفة دي من تحت لغاية فوق ويحسب البين من هنا لهنا يبقى المساحة دي شغلت مرتين مش ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين المساح بس هو اللي ينزل قدامنا طريقتين ايه الطريقة الاولانية خلينا ناخد section في البلانج كده واقول لكم الطريقة دي والطريقة دي دي انا سبتها فاضية عشان هعملها بطريقة اخرى اخش على ground level و ايه دي الشباك اللي احنا عملنا فيه تعالوا ناخد section نقل له اديننا section من هنا الهنا قل له ال section يبصرنا اخرى ايه و قل له افتح لنا ال section اعمل كريد في ثواني ال section بس احنا مش عايزين مندال ده احنا عايزين بس ايه الحتة اللي تخصنا اللي هي الحتة دي عشان نركز يعني في الموضوع نلاقي ان الحيطة اللي احنا دفناها اللي هي الصغيرة دي اللي ارتفاعها متين دخلة بالكامل في ال bean اللي هو ال bean ده ماينفعش نقوم نقول له ايه join join d مع d يقوم النهاردة يقوم النهاردة يخلي حاجة واحدة بس فيهم المستمرة اللي هي دي والحاجة التانية يعمل فيها لغاية ال bean ده ويبقى كده صح كده مافيش duplicate of material كده دي بس شغالة اهي مش زي الاول تمام ده طريقة ان انت تتلافى موضوع duplicate of material طب الطريقة التانية ايه اقول لك الطريقة التانية ناخد ال bean على الحتة دي ناخد ال section ونمشي بي section لو مشيت بي يقطع لك مطرح ما مشيت بي ونقوم عاملين هنا click نلاقي الطوفة وقفة لغاية هنا صح مش نازلة لغاية تحت هي كانت زمان لتحت كده وهنا هنا يبقى فيه duplicate of material وانا طلعتها لفوق لعملتها لغاية هنا بس تبتات الحتة اللي وراها ده هي دي انما دي اهي نرفع the detail شوية كده تعالوا نلونها اهو ده المساح الخارجي ووقف لغاية هنا وده اسقط من حتة تانية تعالوا نخليه اللي اسقطت من حتة تانية دا يروح يعني يخلي section ده نعمل ايه نحن نيجي على ground ونخلي section range range من هنا نقول له لا بص على الحتة دي ونبصش على بقية المبنى ونفتح نلاقي انه ما جاب لناش يجاب الحتة دي بس وهو الوقت واسباته نحن مش عايزين نجيب المبنى ككل عشان نكمل اخباطنا يعني اللي عملنا عنده نلاقيه جاب لنا بقية المبنى وده الحتة اللي كانت خارجة مش فيها حتة خارجة كده نلاقي الحتة دي جابها بال section نقول له لا خلي section بس يبص في ايه خلي section يبص بس في الحتة دي حتة اللي احنا عملناها لها في ال section طيب احنا عايزين المساح بس هو لينزل ومش بالطريقة اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي هي الطريقة اللي هي بتاعت ايه نحنا نعمل join نحنا عايزين المساح بس نحنا عايزين نفك الحيطة دي نفكها زي نقول له edit type edit وتيجي هنا في ال preview ونختار الرأسي نحنا عايزين المساح ال finish اللي هو وده زي sigma بره بيسموه بيسموه sigma بيسموه sigma اللي هي المسافة دي 50 مل وتيجي من العوم التي اخترتها وتيجي تقول له modify وتقوم فاكك القفل بتاعها اصبح ان دي هتمشي لوحدها وتقول له اوكي اوكي اصبح ان دي مفكوكة تمشي لوحدها من غير الخيطة شايفين كده بقى المساح بس هو اللي هينزل والخيطة نفسها تفضل زي ما هي شايفين ازاي نيجا نلاقيها كله كاسد بس دي بقت ايه مفكوكة الوحدة هتلاحز ليها ساهم وده ساهم اوكي كانت الحيطة كلها بساهم واحد ايه زي يدي اه لا اوكي افك الطيب كله كده بقى تلحطان كلها بساهم واحد بساهمين قصدي ايه بساهمين ايه عشان هو فك الطيب كله ودي طريقة تانية ان احنا نعمل بيها وتعملها حتة حتة وتنزلها حتة حتة بس كده هتبقى ضامن ان ما فيش دي طريقة ودي طريقة لكن انا لا افضل ان انت تفك ايه كده ساهم واحد بس حتى مش مفكوك افضل ان انت تعمل كده وانت اعمل لها تبقى انجوين تبقى انجوين ناقص 600 حتة 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 لك عشان فيه مهندسين كتير في الريفت تحب يشتغل بطاريات احنا كده اعملنا دي واملنا دي وده يبقى اكسرسايز انجوين 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 لان الريفت بيحصل الكبير بدقة جديدة جدا فمنسيبش حاجة زي كده تعمل ايه ايه طب احنا عالجنا دي وقى شكلها نظيف وقى شكلها حلو تماثلة مع الوجهة طب ودي ودي نعملهم بنفس الطريقة لا احنا نعمل دي كده ونيجي نقول له copy background first second third ونيجي نقول له paste alignment first second مرة واحدة نعمل copy ويحطهم هنا وهنا شايفين الكمال في ثانية واحدة خلص دي وخلص دي وخلص دي وكسها من تحت وكسها من فوق يعني خالينا نعيدها مرة تانية كده اندو شوفوا المنظر بعمل ازاي بصوا لما عمل ايدو كسها كلهم في نفس الوقت زي ما عملنا دي ممكن نعمل برضو الكاميرا دي ازاي بالمرة بعد لما احنا عملنا دي دي انا رأي ان احنا نعملها delete لان لها صرفة او 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 مش delete ايه نعمل كده انا خلينا نعمل لها delete ونبقى نتصار لفلاف صرفة عشان دي هتيجي مع الدروة اللي هنا مش عايزة تعمل error هنا نعمل ايه نعمل ايه احنا دلوقتي عايزين نعمل دروة للسطح وارتفاعها مثلا 1200 Nill نحن نأخذ من هنا نأخذ الول نختار الول ويندو وستركشور كولوم نحن نأخذ الول الخارجي هيتطلع علينا الول الداخلي كمان ممكن نعمله بعدين نمسحهم واحدة واحدة ولكن هناك طريقة تانية افضل نحن نضيف الغريق نضيف الغريق ونضيف الغريق نضيف الغريق الغريق نضيف الغريق اه طب ننزل في الدول اللي تحت منه عشان مش باين نيوا ارو نقول له select all instant visible in view ده مختارش شباك في الول اللي تحت منه عشان ما ملغبطش الناس تختار دي اقول له select all instant visible in view يوم مختار لك كل دول تيجي تقول له copy خلاص ممتاش محتاج لبيو ده و تقول له past in selected تختار اخر level اللي هو يوم معامل لك هنا الدول ده تعمل معامل لك الخارجي بس هتيجي هو نقله لك مرتلوشن الى الشابيك بس هو automatic عارف ان انت مش بتحتاج الول الا بالشابيك مش عارف ان احنا قصدنا نعمل بس انت لو هتعمل دور تاني من غير ما تقول له الشابيك وبينيولهو لك بالشابيك الجدعانة منه يعني فتقول له window والدور الولز والويندو والدور تسيبهم عشان تعمل كده وتقول له delete تمام؟ وبعدين تختار دول نعمل ارتفاع دور دروة 1200 فتقول له هنا مش للدور رقم 4 هتقول له unconnected height وتختار دي 1200 ارتفاع دروة مثالي يعني 1200 ده ما يوقعش لها للصغير طيب دي هتبقى جار ما بينها ما بين العمرة دي في عمرة تانية دوبليكيت لها هتبقى جار فما بيتحطش بيتساب السطح سيح على بعض يعني فهيبقى الدروة لغاية كده بس لكن لو ما ما تعمل شي بنقوم اعملين كده وكده بنفس الكيفية يعني ونقول له copy paste selected آخر واحد وهي لسه متعلمين كده نقول له ايه unconnected level و L phone T apply وفي كده ما تديه لغاية بطول ضغفتي كده هتساطح شكله مكتمل شكله مضيف شكله حل ونقوم بقس ان نعمل دي و نعمل دي و نعمل دي لدي و نعمل دي لدي و نعمل دي لدي و نجي نقوم فاتحين اخر لفل طالع لها معانا دي نعمل Little و ايصاله معانا دي و نقوم نقول له create similar و نختار Trchmark ويرو we can click D و نإضاف per app ونقوم له core face exterior و نختار ذي تمام ممكن نعمل لهم جوين دول كده نقول له اعمل جوين دي معادي ونوصل لهم اوتوماتيك تعالوا نبص عليها نسيب بروجيكت نشوفه انسابية ازاي انسابية 100% ونيجي دي كده نقول له انزل بيها 600 ماينوس 600 نفسنا الموضوية او انقنكت بقى ما بيبقاش مربوط من فوق فدي ما بقيتش 1200 بتعملها 1800 يعني ال600 اللي انت نزلتهم من تحت لازم تطلعهم فوق دي الحتة دي لازم تنزل من فوق هقول لكم الحتة الغلسة دي نزامها ايه دي عشرة ما كملتش دي كملت لغاية الاخر كده والحتة دي هي وقفة لغاية هنا ودي وقفة لغاية هنا يعني دي بكمل لغاية الاخر وده ما نزلش هو ده اللي اطلع له لغاية هنا سيجيلك حتة هنا دي بقى من الحتة الغلسة جدا بتقوم تعمل ايه تنزل بها تباية ستمية هلا اطلع لغاية هنا بتقول له معينة ستمية هيجي دوبليكات طبعا بتقوم تعمله جاين بتعمل دي كده بتعمل دي كده بتقول له جاين بدي ما دي يقوم بتطلع لك ان الاتنين دول بقى جاين مع بعض كده ما دخلوش في بعض والحتة دي الدارت اه الان كونكتد دي مسان ان كونكتد الف وانتين دي الف وستمين نزل تحت الف وانتين و الف و ستمية يبقى الف و ستمية بقى الف و ستمية بقى الف و ستمية نعوض اللي نزلته هي الف وانتين نزلت ستمية بقى مش الف وانتين بقى الف وانتين بقى الف وانتين نعوضها ستمية نزلت ماشتي كلها وش واحد من فوق تمام دي كده ممكن نقول له كوبي ونزلها في الدورين اللي تحت منهم اللي هو الثالث والثاني والاول نجينا البتاع السخيفة دي تاني نحلها ازاي انا مكنتس عجباني دي اوي كبان دي ما كانتش عجباني تعال نعملها عندو نحلها بطريقة تانية لغاية هنا كويس تعال نمدي دي و نوصلها هنا هتبقى افضل بكتير لان دي توصل لغاية هنا نعمل كويس ممكن نساوي الوش ده مع الوش ده بالميلي نقول له الليين ده ما هذا يتساوي بالميلي ممكن احنا نمدي ديش كده شوية نجي في الدور الرابع و نجي من هنا نقول له كريات سيميلر نقول له كريات سيميلر نعمل و مستعوضها الفوترنومية رزناها خلاص نعمل 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 نقطعها هنا نقطعه مستعوض نقطعها فيها فاصل كده و نقطعها و نقوم بالمدن على الوضع وهنا الف وتمنمية مينس ستمين كتبته فمس مية بالعلط كده بعد شكلها انضف كمان لما نجي نعمل دوبليكيت بقى نعمل دوبليكيت للحتة دي نقول له دوبليكيت او كابي باست على ال selecited element اختار first second ground اوكي كمان كلهم نزلين هنا كمان لقد فعلنا بلا كونة هنا بلا كونة هنا بلا كونة هنا نكمل الجزء جدا ترجمة نانسي قنقر